تأتي اسماء اخرى اسماء الله تعالى الحسن الوكيل الولي الوالي والمؤمن والسلام كل اسماء تشير الى الدعم الله عز وجل لك وقيامه على رعايتك والشد من ازرك هو سبحانه هو الذي حصنك وهو حصنك المنيع وما لك من دونه من ولي ولا نصير ما في احد يستطيع ان يتولى امرك ويستطيع ان ينصرك حق النصره غيره سبحانه تلك الصفات تحصن اذا المرء بالاطمئنان مهارات الثقة بالنفس نكتسبها من هذه الصفات والتفاؤل رغم الاحزان نتعلم من هذه الصفات اذا من عرف الله من عرف ان الله سبحانه وتعالى موال له وانه امن به سبحانه فهو المؤمن المؤمن الذي يعطينا الامان وهو الولي وهو الوالي هذه الصفات هذا الذي يعلم كل هذه المعاني يتصرف وكله امل في النجاح بدلا من الخوف من الفشل ويرى ان الانتكاسات ترجع لاسباب يمكن التحكم فيها ويصر على تحقيق الاهداف رغم كل العقبات سيصر على تحقيق الاهداف لان معه الوكيل الوالي المؤمن كلها المجيب كلها صفات دعم ولذلك هذه الصفات كلها سلوكيات مهارة التفاؤل هي التي حددها كواحدة من اهم المهارات دانيل جولمان في مهارات الثقة بالنفس الثقة بالنفس تأتي من الثقة الثقة الاعظم ثقة بالنفس تأتي من الثقة بالله عز وجل بانه لن يضيعك فتعمل رغم الصعاب دون ان تهتز ثقتك عند كل تحدي بعض الناس اذا كلم عليهم انسان انهار وثلاث ايام ما ينام ومعرفه ليش 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 عندك الوكيل الوالي سبحانه واذا انسان هوجم باي هجوم او ضاقت عليه الدنيا اه راح خلاص انهارت نفسيته لا تحتاج ذلك لو كان عندك الثقة الحقيقية بالنفس التي تنبع من الثقة الحقيقية بالله ثقة حقيقية ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا كلمة جميلة قالتها من هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم مع رضيعها اسماعيل في مكان ليس فيه احد وادي فيه صحراء ما كان حتى مكة ولا كعبة ولا ما فيه شيء ارض فتركها ومشى فمشت وراه يا ابراهيم كيف تتركنا في المكان ما فيه زر ما فيه ماء ما فيه بشر وهو ماشي وظلت يا ابراهيم كيف تتركنا في المكان ثم سألته سؤالا جميلا قالت الله امرك بهذا هل هذا الامر من الله ان تتركنا في هذا المكان فقال نعم فقالت شوفوا شوفوا معنى الثقة بأعلى درجاتها فقالت اذا لن يضيعنا الله الله لن يضيعنا من استشعر هذه المعاني ثقوا بالله لن يضيعكم وننتقل الى اسم اخر جميل من اسماء الدعم اسم الله الجبار هذا الاسم يظهر في مجموعتين في نموذج تقسيمات الاسماء الحسنى يظهر في مجموعتين يظهر هنا في مجموعة الدعم وهو يسير للطف الله سبحانه وتعالى في جبره للكسر الجبار من جبر الكسر فاندما يمسك السوء الله يجبرك اما يجيب المضطر اذا دعاه مضطر في حالة انكسار في حالة ضرورة ويكشف السوء اذا في حالة السوء وصل به الامر الى السوء ويجعلكم خلفاء الارض يعني انتم مستطعفين ليس لكم اي مكان ليس لكم اي سيطرة على اي شيء من الذي يفعل هذا ويفعله وحده ايله مع الله قليلا ما لا تذكرون